أعزائي الطلاب الثاني عشر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس جديد لمادة إدارة الأعمال بعنوان عناصر وأهداف عملية الاتصال أهداف الدرس يتوقع من الطالب في نهاية الدرس أن أولا يحدد عناصر عملية الاتصال ثانيا يوضح المقصود بكل عنصر من عناصر عملية الاتصال ثالثا يحلل عملية الاتصال ورابعا يوضح أهداف الاتصال في المنظمة وخامسا يميز بين أهداف الاتصال بالنسبة للرؤساء والمرؤوسين والزملاء كما أدخل لموضوع الاتصال أعزائي الطلاب أعرض لكم الرسالة المشفرة التالية وبعد حل سر التشفير تصبح الرسالة ذات معنى هل تستطيع فك التشفير؟ لاحظ في الرسالة أنه تم إضافة حرف النون بعد كل حرف في الرسالة من أجل تشفير الرسالة وبعد إزالة حرف النون من بعد كل حرف تصبح الرسالة ذات معنى الرسالة تصبح بعد فك التشفير هي ما المقصود بعملية الترميز وعملية الترميز هي أحد عناصر عملية الاتصال عزيز الطالب تأمل الصورة التي أمامك وحاول وصفها وهذه الصورة تمثل عملية الاتصال أين المرسل في هذه الصورة؟ وأين المستقبل في الصورة؟ لاحظ أن عملية الاتصال ذات وجهين أن كل فرد في الاتصال هو مرسل ومستقبل للمعلومات والأفكار لاحظ أن المدرس والطلبة يمثلون جماعة واحدة لأداء عملية الاتصال فيتم التواصل فيها من خلال الحديث والحوار والمناقشة فالمدرس يقوم بشرح الموضوع للمعلومات المفيدة للطلبة والطلبة يتلقون هذه المعلومات ثم يقوم المدرس بالتأكد من وصول المعلومة للطلبة من خلال الأسئلة والحوار والمناقشة وعليه فإن عملية الاتصال تتضمن مجموعة عناصر تؤثر في عملية الاتصال والشكل الآتي يمثل عناصر عملية الاتصال وأول عنصر من عناصر عملية الاتصال هو المرسل والمرسل هو الشخص الذي يمثل الحلقة الأولى لعملية الاتصال وهو مصدر الرسالة الذي يقدم المعلومات والاستفسارات التي يريد توصيلها إلى طرف آخر وهو المستقبل وهو أيضا الذي يختار نوع رسالة ووسيلة الاتصال وكذلك فإن المرسل يقوم بتحديد رموز الرسالة أي عملية الترميز وسنتعرض فيما بعد لمعرفة المقصود بعملية الترميز وكذلك فإن المرسل هو الذي يختار اللغة المناسبة للرسالة المراد إيصالها للمستقبل والعنصر الثاني من عناصر عملية الاتصال الرسالة وهي الفكرة أو المعلومة التي يتم صياغتها بلغة مفهومة من قبل المرسل وتتضمن ما يرغب في إيصاله للمستقبل ودائما يتم التعبير عن الرسالة إما بكلمات أو جمل أو صور أو إشارات أو عبارات أو رسوم أو نقوش أو غير ذلك وقد تكون الرسالة عبارة عن حقاق أو مفاهيم أو معتقدات أو مشاعر كمشاعر الخوف والقلق والفرح أو غير ذلك مما يمكن أن يتضمنه موضوع الرسالة والعنصر الثالث من عناصر عملية الاتصال هو وسيلة الاتصال وسيلة الاتصال هي الأداء التي تستخدم لنقل الرسالة من المرسل إلى المستقبل ويوجد هناك العديد من الوسائل سواء كانت التقليدية أو الحديثة المتاحة أمام المرسل للاختيار بينها لإيصال الرسالة إلا أن الاختيار يعتمد دائما وأبدا على خصائص وطبيعة الرسالة وأهدافها وكذلك فإن وسيلة الاتصال تعتمد على خصائص من المستقبل من جهة أخرى وهناك أمثلة كثيرة على وسائل الاتصال مثل الهاتف، اليد، العين، الانترنت، التلفاز، الخطابات وغيرها والعنصر الثالث الرابع من عناصر عملية الاتصال هو المستقبل وهو الشخص الذي يتلقى الرسالة ويقوم بفك رموزها وسنتعرض في مبعد لمعرفة المقصود بفك رموز الرسالة ثم يقوم بتحديد وإدراك محتوى ومعنى الرسالة ويتم هذا الإدراك والفهم وفق تجاربه الماضية وتوقعاته وقدرته على الإدراك والاستيعاة والعنصر الخامس من عناصر عملية الاتصال هو التغذية الراجعة وهي رد فعل المستقبل أو استجابته للرسالة التي تلقاها من المرسل فالتغذية الراجعة دائماً عكس اتجاه الرسالة التغذية الراجعة دائماً اتجاهها من المستقبل إلى المرسل بينما الرسالة من المرسل إلى المستقبل ولماذا سميت التغذية الراجعة سميت بذلك لأنها ترتد من المستقبل إلى المرسل لتغذيته بالمعلومات التي تجعل المستقبل قادراً على الاستمرار في عملية الاتصال وهي تعتبر أفضل طريقة للتأكد من أن الرسالة قد تم استقبالها من المستقبل وفهمها بطريقة صحيحة ولا ينبغي دائماً افتراض أن كل ما يكتب أو يقال في الرسالة قد تم استيعابه بالمعنى المقصود نفسه لذلك فإن على المدراء والرؤساء تشجيع المرؤوسين على التغذية الراجعة من أجل استمرار عملية الاتصال حتى يفهم المراد من الرسالة سواء كانت هذه التغذية الراجعة شفهية أو مكتوبة والعنصر السادس من عناصر عملية الاتصال هو التشويش ماذا يقصد بالتشويش؟ التشويش أي عامل يتدخل في عملية الاتصال وينتج عن ذلك تقليل فعالية الاتصال ودقته أو تعطيله أو إعاقته لرسالة ويمكن أن يحدث التشويش في أي مرحلة من مراحل الاتصال يعني ممكن يحدث التشويش على المرسل أو الرسالة أو وسيلة الاتصال أو المستقبل بداية من المرسل الذي يمكن أن يسبب تشويشا من خلال عيوب في صوته أو فكره أو قدرته على ترميز أفكار وكذلك فإن التشويش قد يتم على الوسيلة الاتصال أن تكون وسيلة الاتصال سيئة التوصيل لوجود بعض العيوب أو القصور فيها أو عدم المعرفة بكافية تشغيل وسيلة الاتصال ويمكن أيضا أن يحدث التشويش بسبب المستقبل نفسه في فكري أو قدرته على تحليل الرموز أو فكها أو إظهار استجابة خاطئة للرسالة وكذلك فإن التشويش يمكن أن يوجد طبيعي أو صناعي تشويش طبيعي أو فني من البيئة المحيطة في المرسل والمستقبل وعملية تغذي الراجعة في نموذج الاتصال تبين مدى تأثير التشويش في فعالية عملية الاتصال السؤال ما هو المقصود بالترميز؟ الترميز هو عملية تحويل الأفكار أو المشاعر من خلال وسيلة الاتصال إلى ألفاظ أو كلمات أو صور أو حركات لها معنى من قبل المستقبل السؤال الثاني ما هو المقصود بفك الرموز؟ أي فك رموز الرسالة وهي عملية تفسير المحتويات سواء كانت هذه المحتويات ألفاظ أو كلمات أو صور أو حركات المتضمنة في الرسالة المستلمة من قبل المستقبل حيث يتم ترجمة الرسالة بشكل ذو معنى مفهوم للمستقبل مسألة للمناقشة وضع أحد علماء الإدارة صيغة سؤال محوري ضم عناصر عملية الاتصال ويرخصها وهو من؟ أي من يقول؟ وماذا يقول؟ ولمن يقول؟ وكيف يقول؟ ولماذا يقول؟ حاول تحليل هذا السؤال هل تجد نفسك فعلا أمام عناصر عملية الاتصال؟ وضح كيف ذلك؟ من يقول المقصود فيه المرسل؟ من؟ يعني المرسل هو من يقول؟ ماذا يقول وهو المقصود فيه الرسالة؟ لمن يقول أي المستقبل؟ كيف يقول أي أداة الرسالة؟ ولماذا هنا التغذية الراجعة؟ تطبيق على عناصر عملية الاتصال؟ إليكم الموقف الإداري التالي اقرأ الموقف بتمعهم ثم نجب على الأسئلة فيما بعد أثناء تجوال المدير العام لمؤسسة قطر في سيارته اتصل هاتفيا بمدير المبيعات للاستفسار عن سعر وحدة إنتاجية معينة ونتيجة لأصوات السيارات في الشارع فهم المدير العام أن سعر الوحدة هو 75 درهم رغم أن ما قاله مدير المبيعات كان ريال و75 درهم حدد عناصر عملية الاتصال في الموقف السابق من هو المرسل؟ أنتظر إجاباتكم أعزاء الطلاب أحسنتم المدير العام من هو المستقبل؟ أحسنتم مدير المبيعات ما هي الرسالة؟ أحسنتم الرسالة هي الاستفسار عن سعر وحدة إنتاجية ما هي وسيلة الاتصال؟ وسيلة الاتصال هي الهاتف هل حدث تشويش على الرسالة؟ التشويش؟ نعم حدث تشويش نتيجة لأصوات السيارات لم يفهم المدير العام بشكل جيد سعر الوحدة الإنتاجية من مدير المبيعات لماذا تم فهم الرسالة بشكل خاطئ من قبل المدير العام؟ أحسنتم بسبب وجود تشويش في الشارع نتيجة أصوات السيارات اقترح على المدير العام في الموقف السابق وسيلة الاتصال أكثر كفاءة وفاعلية هنا ستتعدد إجابات الطلبة أكيد ولكن نأخذ منها كان ممكن المدير أن يقوم بإرسال رسالة نصية من الهاتف أو عن طريق الإيميل للتأكد من فهمكم لموضوع ما سبق شرحه نطرح مجموعة من الأسئلة والآن مع السؤال الأول اختر الإجابة الصحيحة يمثل الحلقة الأولى لعملية الاتصال وهو مصدر الرسالة وهو الذي يقوم بتحديد رموز الرسالة أو اللغة المناسبة للرسالة أنتظر إجاباتكم أحسنتم الإجابة هي المرسل ننتقل إلى السؤال الثاني هي الفكرة أو المعلومة التي يتم صياغتها بلغة مفهومة من قبل المرسل ويتم التعبير عنها بكلمات أو جمل أو رسوم أو نقوش أو حركات إجابتكم أحسنتم الرسالة ننتقل إلى السؤال الثالث هي عملية تحويل الأفكار أو المشاعر من خلال وسيلة اتصال إلى ألفاظ أو كلمات أو صور أو حركات لها معنى من قبل المستقبل إجابتكم أحسنتم الترميز افتح الكتاب المدرسي على صفحة 64 وأجب عن السؤالين الأول والثاني أعزائي الطلاب عليكم الإجابة على السؤال الأول مستعينا في الكتاب المدرسي صفحة 64 للإجابة على السؤال كما تم شرحه ثاني أكمل الرسم البياني الذي يمثل عناصر عملية الاتصال إجاباتكم أحسنتم أولا المرسل ثانيا الرسالة ثالثا وسيلة الاتصال رابعا المستقبل خامسا التغذية الراجعة وسادسا التشويش افتح كتابك على صفحة 63 نشاط 32 الذي يمثل عناصر عملية الاتصال وللإجابة على هذا النشاط يمكن أن أدرج لكم حوار مخترح لمكالمة هاتفية بين شخصين وبعد ذلك أترك لكم المجال لتحديد عناصر عملية الاتصال التي وردت في الحوار افتح كتابك على صفحة 63 نشاط ثلاثة عناصر عملية الاتصال وللإجابة على هذا النشاط يمكن أن أدرج لكم حوار مخترح لمكالمة هاتفية بين الشخصين وبعد ذلك أترك لكم المجال لتحديد عناصر عملية الاتصال التي وردت في الحوار جرس الهاتف يقرع والسكرتير يرفع السماعة السكرتير منظمة الأصالة مكتب المدير العام من المتحدث؟ المتحدث أحمد من مؤسسة زمزم أود التحدث مع المدير لطفاً السكرتير آسف المدير غير موجود الآن أحمد متى سيعود؟ السكرتير لا أعلم هل تود أن تترك رسالة معيلة له؟ أحمد نعم أرجو أن تذكره بالموعد مع السيد عبدالله المدير العام لمؤسسة زمزم غداً الساعة التاسعة صباحاً السكرتير حسناً أرجو تزويدي برقم الهاتف رجاء أحمد رقم الهاتف 22338811 وشكراً ويغلق السماعة يقرأ أحدهم باب غرفة السكرتير ينظر السكرتير نحو الباب ويتابع مكالمته السكرتير 2233881 ألو ألو حسناً لا بأس والآن بعد أن قمنا بالحوار بين الشخصين نحدد معاً عناصر الاتصال التي وردت في الحوار من هو المرسل؟ أحسنتم المرسل هو أحمد من مؤسسة زمزم من هو المستقبل؟ أحسنتم السكرتير من منظمة الأصالة ما هو مضمون الرسالة؟ أحسنتم عندما طلب أحمد من السكرتير تذكير المدير العام بالموعد مع السيد عبدالله مدير عام مؤسسة زمزم ما هي التغذية الراجعة التي قام بها السكرتير؟ أحسنتم عندما قال لأحمد حسناً أرجو تزويدي برقم الهاتف هل حصل تشويش على الرسالة؟ أحسنتم نعم عندما قرع أحدهم باب غرفة السكرتير ونظر السكرتير نحو الباب أثناء المكالمة مع أحمد ولذلك قام السكرتير بكتابة رقم الهاتف خطأ وذلك بسبب التشويش على المستقبل وهو السكرتير افتح كتابك المدرسة صفحة 65 وأجب عن السؤال الثالث عزيز الطالب عليك أن تختار الكلمة المناسبة وتضعها في مكانها المناسبة علماً أن هذه الكلمات تمثل عناصر عملية الاتصال ألف أحسنتم التشويش با بارك الله فيكم فكر رموز جيم أحسنتم الترميز أحسنتم المرسل وها جزاكم الله خيرا المستقبل أهداف عملية الاتصال إليكم الموقف الآتي يدخل أحد من موظفي المدرسة في بداية حصة دارة الأعمال لإخبار المعلم أن مدير المدرسة يطلبه في مكتبه بعد الانتهاء من الحصة ماذا تتوقع أن يكون هدف المدير وغرضه من هذا الاتصال؟ ماذا لو كان الأمر معكوسا؟ المعلم من طلب مقابلة المدير؟ ماذا تتوقع أن يكون هدف المعلم من الاتصال مع مدير المدرسة؟ برأيكم هل تختلف أهداف الاتصال في المنظمات وفقا لنوعها أو حجمها أو طبيعة عملها؟ دعونا نتعرف على بعض أهداف الاتصال بشكل عام يمكن تلخيص أهداف عملية الاتصال بشكل عام في المنظمات مهما كان نوعها وحجمها وطبيعة عملها إلى ثلاثة أهداف رئيسية أولا تسهيل عملية اتخاذ القرار على مستويات كافة تمكين المرؤوسين من التعرف على الأهداف والغيات المطلوبة والمسؤوليات التي توكل للعاملين بها والصلاحيات الممنوحة لهم كذلك التعرف على مدى تنفيذ الأعمال والمعيقات التي تواجه التنفيذ وكيفية علاجها الجدول الآتي يمثل بعض أهداف عملية الاتصال عند الاتصال بالرؤساء والمرؤوسين والزملاء من الأهداف عند الاتصال بالمرؤوسين تعريفهم بالأهداف والسياسات والبرامج والخطط توضيح المسؤوليات الموكلة إليهم والصلاحيات الممنوحة نقل التعليمات والأوامر إليهم وتوضيحها توجيه العملية وإثارة دافعيتهم للعمل مدح الموظفين ومكافأتهم الاعتراف بهم أفراد وإقامة الثق والاحترام المتبادل من الأهداف عند الاتصال بالرؤساء الاستفسار بهدف الحصول على توضيح الأوامر والتعليمات طلب مساعدتهم في حل المشاكل تزويدهم بإجابات على طلباتهم توضيح مستويات الإنجاز ومعدلاته لكي يتم تقييم الأداء تزويدهم بالأفكار والاقتراحات لتحسين العمل أما من الأهداف عند الاتصال بالنظراء أو الزملاء تبادل المعلومات بين وحدات المستوى التنظيم الواحد مشاركتهم في الأفكار من أجل تحسين العمل تزويدهم بالمساعدة التي قد يحتاجونها مما يدعم صلاة التعاون بينهم الاعتراف بهم أفرادا وبثروح التعاون والفريق والانتماء للمنظمة عزيز الطالب افتح كتابك المدرسة صفحة 68 وأجب على السؤال الأول املأ الجدول بما يناسبه من العبارات الآتية وهذه العبارات هي مجموعة من أهداف عملية الاتصال وما عليك عزيز الطالب إلا أن تصنفها إلى أهداف عند الاتصال بالمرؤوسين أو الرؤساء أو الزملاء العبارة الأولى أحسنتم من أهداف الاتصال بالمرؤوسين العبارة الثانية أحسنتم من الأهداف الاتصال بالمرؤوسين العبارة الثالثة أحسنتم من الاتصال بالرؤساء العبارة الرابعة أحسنتم عند الاتصال بالنظراء العبارة الخامسة أحسنتم عند الاتصال بالمرؤوسين والعبارة السادسة أحسنتم عند الاتصال بالرؤساء والعبارة السابعة أحسنتم عند الاتصال بالرؤساء والعبارة الثامنة عند الاتصال بالزملاء والعبارة الأخيرة أحسنتم عند الاتصال بالنظراء أو الزملاء وبهذا نكون قد انتهينا من درسنا اليوم نسعد بلقاءكم بدرس آخر بعنوان أشكال الاتصال نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته